اشتركوا في القناة في القاعة في الدور الثاني يومها كنا بنحضر لثورة في البداية كنا بنحضر ليوم 28 اللي هو البداية الحقيقية للثورة الحجد الجماهيري اللي حصل اللي كنا بندعو لي من تكتب القوة الثورية الوطنية اللي كان إرهاصات ليوم 30 لنزل الشعب المصري كله أسقط حكومة وحكم الإخوان المسلمين في اليوم ده كنت أتشرفنا جالس جنب أستاذنا الكبير محمد سلماوي وكان يخط ويخطط يعني جزء من خلط الطريق اللي هي تم تعديل بعض يعني موادها وشوفنا بعد كده اللي حصل يعني من قوات المسلحة فيعني كنت شوية قلت له كده بالطريقة أنت يعني هننجح يا أستاذنا فأجاب علي إجابة أعتقد أن هي إجابة زيكية جدا لأنه مجاوبش على سؤالي قال لي وهنجد كمان الدستور بتاعني يعني الرجل يبدو أن القدر استجاب لدعواته مش بس كتبنا الدستور ولكن أيضا كان أحد المؤسسين والأباء الخمسين لهذا الدستور العظيم الذي نظن بحق أنه خطوة كبيرة نحو المستقبل دستور 2012 في البداية كان دستور لا يمثل المصريين بأي حال من الأحوال لكن دستور 2013 أنتق الله هذا الدستور على لسان أستاذنا العزيز الكاتب الكبير محمد سلماوي الذي يعني بمجهوداته الكبيرة كان كل يوم كان باعتبره وابة يومية في مؤتمر الصحفي الذي كان كما تعلمون يكشف بعض من سريات ما يحدث داخل اللجنة كل يوم كان بيقول لنا مادة أو مادتين من المواد التي تم التوافق عليها هذه المادة كانت تسري جلساتنا الثقافية والسياسية داخل الأحزاب والتكتبات السورية هذا الموضوع جعلنا نرى ما حدث في الدستور خطوة خطوة ومادة مادة حتى أننا كلنا كنا نصوت على الدستور مع المصوطين يوم أو يومي التصويت على المثولة النهائية للدستور في 2013 كاتبنا الكبير عضو التكتل والمكتب السورية التكتل القوى الثورية الوطنية أمام اسمه مجموعة كبيرة جدا من الألقاب والجوائز ولكن أعتقد أنه دائما سيفتخر أنه كان عضوا في لجنة الخمسين لوضع الدستور وهو المتحدث الرسمي باسمها باسمكم جميعا أرحب بالكاتب الكبير أستاذنا محمد سلمعو أستاذنا الكبير محمد سلمعو هيقول كلمة وبعد كده أي سؤال عن الدستور طبعا لأنه هو عريس الليلة الدستور ممثل فيه الأستاذ محمد سلمعو فأنا يعني بتشرف أن أقدم لكم الكاتب الكبير عضو المكتب الاستشاري تكتل القوى الثورية الوطنية الأستاذ محمد سلمعو شكرا أنا الحقيقة أنا سعيد سعادة الحقيقة لا توصف ليست هذه هي المرة الأولى التي أكرم فيها كرمت كثيرا وحصلت على جوائز وأوسمة وأشياء كثيرة أعتز بها وأعمالي الأدبية حصلت على تكريم كثير لكن اليوم له مذاق خاص ومذاق متفرد اليوم أشعر أن هذا التكريم ليس لي وحدي وليس لشخصي فقط وإنما هو نتاج لعمل طويل شاركت فيه مع هؤلاء الشباب العظام اللي أمنت بيهم من أول يوم شفتهم وشفت تصرفاتهم وشفت فكرهم وشفت أداءهم ولذلك لم أتأخر عنهم في أي شيء مش عايز أعدد يعني التجربة المشتركة اللي خدناها سوا لكن كنت سعيد وأنا بأبزل أي جهد بيطلبه هؤلاء الشباب العظام لأن كنت عارف أن مستقبل مصر معتمد على هؤلاء الشباب أنا عرفت شباب كتير وشباب الصورة كلهم كانوا قريبين مني وأنا قريب منهم حمل التمرد كنت قريب منها وكانوا بيدعوني دائما إلى المقر بتاعهم في وسط البلد وحضرت معاهم مناسبات كثيرة وجمعت لهم توقيعات ولكن كنت أشعر دائما أنه هذه المجموعة طارق الخولي و زوجتك مشينا النهاردة وعطية وعليوة وعمر وصفوة وتامر شخصيات من نوع خاص كانوا قريبين إلى قلبي وليس فقط إلى فكري وإلى انتمائي الوطني وإنما أيضا إلى قلبي كنت أشعر أنهم أقرب لي من أي مجموعة أخرى النهاردة أنا بتصور أننا بنحتفل بمشوار طويل بدأ من بعد 2011 ناس تصورت أنه 2011 هي نهاية المطاف لكن هؤلاء الشباب ما اقتنعوش بهذا وأنشأوا هذا التكتل اللي أنا ساعدت به جدا واقتربت منه ولبيت كل دعواته وكنت مؤمن أنهم هيقدموا شيء جديد وأنه المستقبل يعتمد إلى حد كبير على ما يقومون به أنا معلش يعني أنا بتصور أن أنا بعرف أتكلم كويس إنما يعني تعذروني النهاردة أنه الموقف يعني بشعر أنه ما فيش كلام يقدر يعبر عنه لو كان المسألة تكريمي فقط لا استطعت أن أتكلم كما تعودت دائما إنما أنا بشعر نهاردة أنه هذه اللحظة هي لحظة تكريم لمشوار طويل شاركنا فيه جميعا وشارك فيه الشعب المصري كله شباب وكبار ونساء ورجال ومن ثم أجد حرج في أن أتحدث عنه وحدي أو أن أبدو وكأنني أنا وحدي المكرم هي هذا التكريم هو لهذه اللحظة التي وصلناها ما هي هذه اللحظة هذه اللحظة جاءت بعد ثورة 25 يناير 2011 اللي تصورنا إنها ألبت صفحة وكانت خط فاصل بين عصر وعصر فإذا بنا ندخل لمدة سنتين تقريبا في مرحلة مضطربة مترددة متراجعة مرتعشة تأخذ خطوة للأمام وخطوطين للخلف وأدى بنا هذا الوضع المضطرب إلى العودة إلى المربع رقم واحد حين وجدنا أن البلاد تختار بين خيارين لا ثالثة لهم وهما الخيارين الذين كان مطروحين علينا منذ أو من قبل صورة 25 يناير وهو إما العودة لنظام مبارك من خلال أحد رجاله أو السقوط في بئر الإخوان المسلمين والدولة الدينية وإلى آخر ما كان مطروحا وكأنه لم تقم ثورة ولم تطرح بديلا ثالثا القيمة الكبرى لثورة يناير 2011 هي أنها كسرت هذه المعادلة التي ظلت سائدة سنوات طويلة اشتريناها وصدقناها واشتراها العالم وصدقها وهو إما نظام مبارك أو نظام تنظيم الإخوان الثورة في يناير 2011 قالت لا مصر ليست أسيرة لهذين الخيارين وحدهما هناك جيل آخر جيل جديد من الشباب متعلم متطلع إلى المستقبل قادر أن يتعامل مع معطيات العصر التكنولوجية والفكرية والسياسية ورافض لهذا الخيار وذاك هذه هي القيمة الحقيقية في رأيي لثورة 2011 أنها أعطت للشعب المصري الخيار الثالث وهو هذا الجيل هذا الجيل المتفتح للمستقبل الذي نادى بالديمقراطية الذي سرق في ميدان التحرير سرق عالية تقول مدنية مدنية لا عسكرية ولا دينية كان يطرح بذلك خيارا ثالثا وكان يبدأ مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ مصر أسقطت كل الخيارات السابقة وفتحت المستقبل أمام خيار جديد ينبئ بالتقدم والازدهار واللحاق بركب القرن الواحد وعشرين الذي ما زلنا حتى هذه اللحظة نقف على بابه ثم فجأة سرق كل هذا وتم التآمر على الشباب وعلى ما يمثلونه من مستقبل ومن خيار لمصر ومستقبل مصر وعدنا مرة أخرى إلى الخيار القديم وكانت دولة الإخوان التي شهدناها جميعا وعايشناها جميعا لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد في هذه اللحظة نشأ هذا التكتل تكتل القوى الثورية الوطنية الذي رفض كل ذلك وقال إن ثورة 2011 التي خرجت وتحملت ما تحملته وبذلت الجهد والدم والأرواح وأعطت الشهداء لم تفعل كل ذلك لكي نسقط في بئر تنظيم الإخوان ووصلت حالة مصر إلى قدر من التردي لم نكن نتصوره فصرنا أسوأ وصلنا إلى نقطة أسفل من تلك التي قامت بسببها الثورة في 2011 من هنا كانت قيمة هذا التكتل كانت قيمة هؤلاء الشباب كانت قيمة ما عقد العزم عليه كانت قيمة ما دعونا دعونا نحن أنا وآخرين أن نلتحم معهم كانوا يؤمنون بأن الشعب المصري كله وحدة واحدة وأنه لا بد من تكاتف الشباب مع المثقفين والنخبة مع جموع الجماهير والعمال والفلاحين مع الأصحاب المهن الأخرى في تكتل واحد وإلا لن نتمكن من التصدي لهذا الخطر الذي كان يداهمنا في ذلك الوقت وتطورت الخطوات والمراحل في ظل هذه الدولة دولة الاستبداد والإقصاء إلى أن وصلنا أخيرا إلى 30 يونيو 30 يونيو التي جسدت كل ما حلم به هؤلاء الشباب جسدت الحلم الأكبر في العبور إلى المستقبل الذي من أجله استشهد من استشهد وجرح من جرح وعانى من عانى من أفراد الشعب جميعا لكن الشباب كانوا قد تعلموا الدرس أن الثورة في الشارع في ميدان التحرير وفي شوارع جميع المدن وميدنها ليست هي نهاية المطاف بل هي البداية وما لم تتحول هذه الثورة إلى نظام راسخ الأقدام يعبر عن تطلعاتها التي خرجت من أجلها فإنها لا تحقق شيئا هذا هو الدرس الذي تعلمه لنا ثورة 2011 أنها البداية فقط ولذلك لم تمضي ثلاثة أيام وكان الشباب مع مع ممثل الأحزاب مع القوات المسلحة مع الكنيسة والأزهر مع كل القوى الوطنية تضع خريطة للمستقبل ولا تترك الأمور تتحول إلى ما تحولت إليه في الثورة الأولى حين انجرفنا إلى هذا الطيار من الاضطرابات فيما سمي بالمرحلة الانتقالية وهي لم تكن انتقالية على الإطلاق لأنها لم تنقلنا إلى المستقبل وإنما عادت بنا إلى القرون الوسطى ثلاثة أيام وأعلنت خريطة المستقبل التي كانت أول خطوة فيها هي هذا الدستور الجديد الذي صدر منذ أيام دستور انطلق من ثورة 30 يونيو و25 يناير دستور يعبر عن ما طالبت به الثورة من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وما أكدته ثورة 30 يناير بكل وضوح وحسم من أن لا مكان في السياسة للمتاجرين بالدين من أجل هذا نص هذا الدستور على أنه لا يجوز إقامة أحزاب على أساس ديني بل زاد عن هذا وقال في نفس المادة أنه لا يجوز إقامة نشاط سياسي على أساس ديني وهذا يعني أنه ستكون هناك متابعة لأنشطة الأحزاب وهذا يعني أنه حتى الحركات الدينية التي لم تنظم نفسها في شكل أحزاب لن يكون مسموحا لها أن تستخدم الدين في السياسة فالدين أنبل وأرقى وأعلى وأسمى من أن يستخدم لأغراض دنيوية أو سياسية أو غير ذلك من أجل هذا جاء الدستور وكل مواده تنطق بالعدالة الاجتماعية كما لم يحدث في أي دستور سابق من دستير مصر من أجل هذا جاء هذا الدستور والمادة الأولى في باب الحقوق والحريات تتحدث عن الكرامة الإنسانية والتزام الدولة بالحفاظ على كرامة المواطنين من أجل هذا جاء هذا الدستور وبه من الحريات التي نادت بها الثورة ما لم يرد في دستير سابقة ستة واربعين مادة مستحدثة تماما في هذا الدستور جديدة لم ترد في الدستير السابقة منها تمنتاشر مادة في باب الحقوق والحريات أي أن هناك تمنتاشر حق وتمنتاشر حرية جديدة ينالها المواطنون من خلال مواد هذا الدستور من أجل هذا نص هذا الدستور على نظام سياسي جديد يسمح بقدر أكبر من الديمقراطية فعدل في النظام الرئاسي بحيث لا تتركز السلطات كلها في يد رئيس الجمهورية وحده وإنما يشارك معه رئيس الوزراء الذي يعبر عن الأكثرية البرلمانية المنتخبة التي تعبر بدورها عن إرادة الناخب هذه إذن استحقاقات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وعدم الخلط بين الدين والسياسة هذا إذن هو دستور الثورة دستور ثورة خمسة وعشرين يناير وثلاثين يونيو وحين جاءني محمد عطية وصفوة وطارئ وغيرهم وقالوا لا نريد أن نعدل في دستور 2012 قلت لهم أن هذا الدستور وكنا في البداية قلت لهم أن هذا الدستور سيجيء دستورا جديدا تماما لا يمت بصلة للدستور المعطل وقد كان فقد تعدلت 196 مادة من مواد الدستور وأضيفت عليها كما قلت لكم 46 مادة جديدة مستحدثة حتى الديباجة مقدمة الدستور التي تتضمن روح الدستور وفلسفته ومنطلقاته الأساسية كانت ديباجة جديدة تماما أسقطنا ديباجة الدستور السابق وكتبنا ديباجة جديدة تؤكد منطلقات هذه الثورة وأن المنطلق الأول لها كان ثورة منطلقات هذا الدستور أقصد وأن المنطلق الأول لها كان ثورة خمسة وعشرين يناير وثلاثين يونيو طبعا هذا الدستور في رأي وفي رأي الكثير من فقهاء الدستير مثل الدكتور نور فرحات وغيره وتهاني الجبالي وغيرها هو خطوة متقدمة جدا في تراث مصر وتاريخ مصر الدستوري ولكن هل هذا يعني أن هذا الدستور وصل إلى مرحلة الكمال وأنه يعني ليس في الإمكان أبدع مما يقدمه هذا غير صحيح فليس هناك دستور في العالم يصل إلى هذه المرتبة ولو سألت أي مواطن في أي دولة من الدول الديمقراطية العريقة عن المادة أو المواد التي لا يرضى عنها في دستور بلاده لقال لك وسرد لك وعدد لك هذه المواد ومن هنا تتعدل الدستور كل دستور في العالم تجد الدستور والتعديلات التي دخلت عليه على مر السنين وهذا هو شأن الدستور جميعا لكن ليس هكذا تقاص الدستور لا تقاص الدستور بأن هناك مادة لا تعجبني في هذا الدستور إذن أنا ضد هذا الدستور هذه نظرة ضيقة ونظرة سطحية ونظرة تدل نظرة أكاد أقول غير مسؤولة لأن الدستور ينظر إليه في مجمله هل هو خطوة متقدمة إلى الأمام نعم هو خطوة كبيرة جدا إلى الأمام وأقول لكم صراحة قد لا نستطيع تطبيق كل ما هو في هذا الدستور لقدر ما هو متقدم عن الوضع الحالي ولكن هناك مادة لا تعجبني أو عشر مواد ولا أكتمكم سرا أن الذين كتبوا هذا الدستور الخمسين أنفسهم لكل منهم تحفظات على هذا الدستور وهذا شيء طبيعي وإذا تابعتم التصويت ستجدوا أن صحيح أن كثير من المواد مرت بإجماع الآراء ولكن كانت هناك مواد كثيرة حصلت على نسب أقل من المئة بالمئة وهذا شيء طبيعي لم تحصل أي مادة على أقل من 75% لأن وضعنا لائحة في بداية عملنا تقول أن هذا الدستور ولكي نضمن أن هذا الدستور دستور حقق التوافق الشعبي ويعبر بالفعل عن كل الآراء يجب أن تحصل كل مادة فيه على 75% من الموافقة بالتصويت بين أعضاؤه وقد حصلت المواد ولكن المادة التي حصلت على 75% من الأصوات تعني أن هناك 25% من أصوات أعضاء اللجنة أنفسهم لا يرضون عن هذه المادة والتي حصلت على 80% والتي حصلت على 90% و95% وهذا شأن أي عمل إنساني بل أقول أنه حتى شأن كل عمل رباني لا يمكن أن يحظى بالقبول بنسبة 100% ولكن هذا الدستور مثل كل الدستير في العالم ينص على كيفية تعديل أي مادة فيه كما أشار أخي صفوط في كلمته في البرلمان القادم ووفق غالبية معينة في البرلمان تطالب بهذا التعديل وإذا حاز على ثلثي أعضاء البرلمان وجد تنفيزه بعض الدول تضع يعني قيود أكبر على هذا في السويد مثلا إذا تقدمت حكومة في البرلمان بتعديل في الدستور ولقى هذا التعديل قبول البرلمان في ذل وجود هذه الحكومة لا يتم التعديل وإنما ينتظر أن تأتي حكومة أخرى تالية وتقر نفس التعديل ويحصل التعديل على الأغلبية للمرة الثانية في ظل حكومة مختلفة فما تبقاش حكومة جات من اتجاه سياسي معين تغير الدستور على مزاك بتنتظر تيجي بعدها حكومة يمكن من اتجاه معارض تماما تطالب بنفس التعديل إذن وعند إذن فقط يتم عمل هذا التعديل يعني إمكانيات التعديل متعدلة طبعا نحن لا نتمسك بهذه القيود في هذا الدستور كل ما هناك أن يحصل التعديل على ثلثة أعضاء البرلمان ومن أول جلسة للبرلمان القادم إذا أراد أن يعدل أي شيء في هذا الدستور يطرحه وإذا حصل على تلتين يتغير فورا فإذن ينبغي أن نعي هذا جيدا ولكن رغم يعضع الاستفتاء يعضع الاستفتاء الجميع طبعا أي تعديل في الدستور زي الدستور في أي دول العالم الدستور يقبل باستفتاء ويعدل باستفتاء ولكن لكي يطرح على الاستفتاء يجب أن يقبله ثلثي أعضاء البرلمان إذن لماذا نصوت لهذا الدستور هذا الدستور بمجمله بمواده التي وصل عددها إلى 247 مادة وبذلك هو أطول دستير مصر جميعا هذا الدستور يمثل كما قلنا قفزة للأمام كبيرة جدا ولكن أهم من كل ذلك أن هذا الدستور هو الذي ينقل الثورة من الشارع إلى مؤسسات الدولة هو الذي ينقل مطالب الجماهير من ميدان التحرير إلى البرلمان هو الذي ينقل تطلعات الشعب المصري من صدور المواطنين وصراخاتهم التي تعالت في الشوارع والميادين إلى نصوص قانونية تحكم حياتنا وتنظم عمل هذا المجتمع وجوانبه المختلفة من هنا كان العداء لهذا الدستور من هنا كان ما نراه الآن من تصعيد وأقول لكم صراحة وستشاهدون هذا أن التصعيد في الشارع العمال الإرهابية التي يقوم بها البعض لتقويد خريطة المستقبل ول الحيلولة دون إقرار هذا الدستور هذه الأعمال أعمال العنف والإرهاب التي نراها الآن ستتصاعد في الأيام القادمة من هنا إلى يوم الاستفتاء والذي أعتقد أنه سيحل في حول الأسبوع الثاني من يناير ستتصاعد هذه الأعمال بشكل واضح في محاولة لوقف تقدم مصر نحو المستقبل زحف الجماهير من ميدان التحرير إلى البرلمان وإلى الوزارة وإلى رئاسة الجمهورية من خلال هذا الدستور ومواده التي ستنظم حياتنا بما تطلعت إليه الثورة هذا الدستور هو الذي يتفاد ما حدث في ثورة 2011 حين حدثت الثورة وانتهت الثورة هذه المرة الثورة لن تنتهي لأن الثورة تحولت إلى نصوص دستورية ستجبر المشرع على إزراء القوانين التي تتحكم وتنظم حياتنا وفق ما نادت به الجماهير في ثورة 30 يونيو و25 يناير من قبلها أنا مش عايز أطول الحقيقة في هذا الموضوع لكن هذا هو موضوع احتفالنا في الحقيقة هما بنحتفل النهاردة ولما الشباب اللي بعتز بيهم بيحتفلوا أو بيكرموا هما بيحتفلوا الحقيقة لهذا الإنجاز ولولا أننا استطعنا الغصول إلى هذا الإنجاز لما كانت هناك مناسبة للاحتفال ولا للتكريم فاحتفالنا الحقيقي هو بهذا الدستور ومن هنا كان علي أن أتحدث عن هذا الدستور وما يمثل يهمني الحقيقة زي ما تفضل المهندس عمر وقال أننا ما نكتفيش بهذا إنما نتحدث عن النقاط الخلافية في هذا الدستور وأنا يسعدني أن أنا أسمع منكم هذه النقاط عشان نبقى وعيين لها وعارفين إيه قيمتها وعارفين حدودها وعارفين هل هي يعني تنتقس من هذا الدستور لدرجة أننا يمكن أن نرفض الدستور فنعود من حيث أتينا ولا يصبح لدينا شرعية وحين يأتي الآخرون ويقولون نحن أصحاب الشرعية لا نستطيع أن نناقشهم فهم الذين لديهم دستور تم الاستفتاء عليه بأي وسيلة من الوسائل وأقر ولديهم انتخابات تمت وأوصلت ممثليهم إلى السلطة أما نحن فهذه هي خطوتنا الأولى أن يكون لدينا دستور أولا يستفتع عليه الشعب فيسقط دستورهم دستور الإخوان لم يسقط فقط لأنه صدر قرار بتعطيله هو سيسقط حين يستفت الشعب على هذا الدستور الجديد دستور 2013 دستور الثورة فيحوز على أعلى نسبة مما حصل عليه دستور الإخوان عندئذ يسقط دستور الإخوان وبرلمان الإخوان لم يذهب فقط لأنه حل وإنما هو سيذهب بلا رجعة حين يأتي برلمان آخر منتخب ديمقراطيا وفق ما نص عليه دستور الثورة فينتهي ويصبح تاريخا البرلمان السابق ورئيس الجمهورية كذلك حين نصل إلى مرحلة الرئاسة وينتخب رئيس جديد ديمقراطيا لن يستطيع أحد أن يجادل أو يتساءل أين هي الشرعية ولا حتى الأمريكان صدقوني ولا حتى الأمريكان حيقدروا يفتحوا بقوهم ويقولوا الشرعية أو ما الشرعية النهاردة تسعة في الشهر يوم تمانية مبارح الواشنغتون بوست واحدة من أكبر جريدتين في أمريكا كتبة افتتاحية توقيتها مختار بعناية شديدة جدا توقيتها مختار بعد الانتهاء من الدستور مباشرة وفي فترة الاستعداد للاستفتاء عليه تقول أن مصر حادت عن الطريق أن مصر أقصت الجماعات الإسلامية أن مصر تتجه إلى الدولة العسكرية وكأنها لم تقرأ هذا الدستور وكأنها لا تريد لهذا الدستور أن يتم إقراره فتسقط هذه الحجة وتجري الانتخابات فتسقط الحجة مرة ثانية وتجري الانتخابات الرئاسية فتسقط هذه الحجة كلها بلا رجعة مرة أخيرة فالمؤمرات موجودة والقوة التي تتصد للبناء الديمقراطي الذي نبدأ والذي كانت نوات كما رأيتها واحتضنتها وأحببت من شاركوا فيها من هؤلاء الشباب كانت النواة التي تطورت وتطورت وانتشرت وتلقفتها دوائر شبابية أخرى وتكاتفت كل قوى الشعب فحدثت المعجزة يوم 30 يونيو وأنضغت وأنجبت هذا الدستور الذي هو بداية مرحلة العبور إلى المستقبل كما قلت